تعالوا نرجع بقى لمظاهر الاحتفالات لأنه حول العالم الاحتفالات مبهجة بشكل غير عادي هناخدكم بقى في جولة سريعة كده نبتدي من مصر نبتدي من مظاهر احتفاء المصريين بالعيد احنا عندنا هنا الكحك الكحك ده اختراع مصري وكان فيه سجال كده مبالح نقول كحك ولا نقول كحك لا احنا المصريين بنقول كحك احنا بنقولها كده واللي واحد من مظاهر الاحتفاء هنشوف مع بعض كده مجموع من الصور خلونا نروح دي من مصر الصور برضو عشان ندي الكرادت وندي الحق لاصحابه وكالة الانباء الفرنسية هي المجمعة مجموعة الصور دي للاحتفاء بالاعياد في مختلف بلاد العالم الصورة دي اللي مثلت مصر وهي بصراحة يعني بعيدا عن ان في حاجات كتير قوي تنفع تمثل مصر بس لذيذة وحلوة وحاجة مميزة في مصر في السودان الصورة كانت لذيذة برضو وبتقولك قد ايه اقبال الناس تعارفين السودانين دي هم عشق كده للدهب الصورة جاي بقى شط كده بيقولك الدهب الناس بتشتري وبتحتفل في العيد بمظاهر شرائي الصورة القادمة من الهند من دالهي الصورة لذيذة جدا انا بتقولك انه ناس في يوم العيد بتهتم باعمال النظافة خارج المسجد استعدادا لعيد الفطر الصورة اللي جاية من افغانستان من مدينة قندهار الصورة بتوصف كده مقاتل وحركة طالبان اثناء وصول المصلين نروح لمالي توافد المصلون على الساحات لأداء صلاة العيد زي ما بقوله حضراتكم كده وكالات الانباء بتحب تختار صور ترمز لشكل العيد في البلد فتعالوا نروح لبريطانيا لانه في بريطانيا كمان احتفالات الاطفال في عشية العيد في جودميز بارك في مدينة الفرد في بريطانيا دي كانت الصورة اللي التقطت هناك فاندونيسيا صورة لطيفة لأم في المسجد مع بنتها في مسجد بيت الرحمن الكبير في مدينة بانداتشي في اندونيسيا الصورة اللذيذة دي في استراليا رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كان بيتكلم المسلمين بعد صلاة عيد الفتر في سيدني في استراليا زي ما بقول لحضراتكم كده اللي عنده مشكلة مع انبساط الناس يبقى عنده مشكلة حقيقية وتاني انا دايما دايما بدخل في الحديث ده في كل عيد مع شخص واحد على الاقل يقول كده انه بيجي الاكتئاب في العياد ما بعرفش انبسط زي ما الناس ينبسطوا ما بعرفش افرح واخرج ووعمل مبسوط لما يقولوا لي اعمل مبسوط الحقيقة انه دي ظاهرة على فكرة نفسية طبيعية جدا ولو عندك ما يجراش حاجة ما تقلقش يعني انت طبيعي لانه احنا مش مفروض ندوس على زرار فانبسط في العيد او غير العيد لكن على الاقل في العيد في فرصة حقيقية لانك تخرج من نفسك دي يعني انا متدايق ومش مبسوط بس اقدر اخرج واشوف حد غيري مبسوط فارتح شوي متدايق ومش قادر انسجم لكن على الاقل بشوف ناس ما بشوفهمش بعدي وقت كتير موسيقى